وضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثاني لمنتدى شباب العالم وقدت اليوم جلسة تحت عنوان نحو عالم آمن وشامل للمرأة وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين ضمت رئيسة المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مورسي وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر فريدريكا ماير وعدد من المتخصصين كما شارك مجموعة من المتحدثين في فعاليات الجلسة عبر المنصة الافتراضية لمنتدى شباب العالم ووجهت الدكتورة مايا مورسي التحية والتقدير للقيادة السياسية المصرية على مجهودات مصر لدفع المرأة لمستوى القيادة ولفت المتحدثون الانتباه إلى عدة محاور بارزة فيما يخص قضايا المرأة في ظل جائحة كورونا أولها تحمل النساء مسؤولية أكبر نتيجة إغلاق المدارس أثناء الجائحة وخسرت النساء لوظائفهن بشكل أكبر من الرجال